الحرب الدموية الجارية ضد غزة اليوم بغيطاء رسمي أمريكي غربي وعربي عموما وإن حظيت بما يسمى شرعية الدفاع عن النفس في الخطاب الرسمي لحلفاء إسرائيل الكثر إلا أنها سقطت في ميزان الشعوب والنخب الثقافية والفنية والحزبية وتغيرت المعادلات ولسيما بعد اليقظة التاريخية للشارع الغربي وصعود فلسطين كقضية عادلة ومحقة إلى الحناجر والمنابر من جامعات أمريكا وأوروبا إلى مسارح الفن والسينما والموسيقى والشعر لم تكن إسرائيل تتخيل أن اليوم الذي سيهتف فيه الملايين بالحرية والعدالة للشعب الفلسطيني سيأتي ويزلزل كامل المنظومة الثقافية والسياسية والاقتصادية التي بنتها المؤسسة الإسرائيلية في العقود الماضية قبة حماية للاحتلال والاستطان أصبحت فلسطين في عام 2024 قضية العصر قضية العدالة الاجتماعية قادة المستقبل في أهم الجامعات الأمريكية والأوروبية هزوا شرعية الاحتلال وفرضوا مسارا تصاعديا لصالح فلسطين داخل العقل الغربي مطالبهم تجاوزت التأييد لفلسطين وبلغت مرحلة نسف الشراكة مع الاحتلال قادة الرأي والتأثير في الأوساط الشعبية وبفعل ذلك المزيج الفلسطيني من الصمود والتضحية اكتشفوا الوجه البشع للاحتلال وباتت تبعات العدوان مؤثرة في الملفات والقضايا الداخلية إن في الكيان أو في الدول الداعمة له وفي مقدمها الولايات المتحدة يكفي متابعة التشققات داخل المنظومات الحزبية الأمريكية أو تناقضات الأحزاب الأوروبية والدعوات إلى تغيير مسار الارتهان للقبضة الصهيونية شبح فيتنام يثقل كاهل المؤسسة الأمريكية وأهوال ذكرى مثابح الاستعمار تلوح في شوارع أوروبا أطلق الفلسطيني وهو تحت الحديد والنار العنان للوعي بالجريمة التي يشارك الغرب فيها في الانتخابات الأمريكية تحضر قضية فلسطين بقوة كما هي الحال في الانتخابات الأوروبية تماما كحضور العلم الفلسطيني في مهرجانات السينما والموسيقى أو كمقياس لإنسانية هذا الكاتب أو ذلك الفنان أصبحت فلسطين محركا فعالا للأحداث العالمية ومقياسا للعدالة والإنسانية فيما يستمر السقوط المدوي لكيان الاحتلال رمزا لمشروع الإبادة في العصر الحديث ترجمة نانسي قنقر